بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني وأخواتي الطلاب في دروس جديدة لمادة البحث ومصادر المعلومات اليوم بإذن الله نبدأ بوحدة جديدة وهي الوحدة الثالثة والتي تتحدث عن الإنترنت ومهارات استخدام محركات البحث ونبدأ بالدرس الأول الذي يتحدث عن تقنية المعلومات نأتي إلى أهداف الدرس من المتوقع بعد نهاية الدرس أن يكون المتعلم قادرا على أن أولا يوضح مفهوم تقنية المعلومات أيضا يبين أهمية تقنية المعلومات وثالثا يعدد أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات رابعا يستنتج أهم استخدامات الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات نبدأ إذن بالوحدة الثالثة بداية الوحدة الثالثة والتي تتحدث عن الإنترنت ومهارة استخدام محركات البحث ودرسنا اليوم بإذن الله سوف يكون عن تقنية المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات حيث لو تحدثنا ونأخذ نبدأ ومقدمة في بداية هذا الدرس نظرا للتزايد في حجم المعلومات أصبح الإنسان غير قادرا على الإلمام بما يستجد من معلومات وبالتالي فإن الوسائل التقليدية لا تستطيع التحكم في تدفق المعلومات ولذا لا بد من وسيلة تساعد في السيطرة على تزايد المعلومات والاستفادة منها وذلك عن طريق ما يسمى به تقنية المعلومات وكيفية استخدامها فقد أصبحت التقنية ركنا أساسيا لخدمات المعلومات ونجاحها يعتمد على تقنيات حديثة تخزن تلك المعلومات بكميات كبيرة ومعالجتها بكفاءة عالية وأيضا استرجاعها لاستخدامها من قبل المستفيدين بدقة وسرعة لو تحدثنا ما ساعدت هذه تقنية المعلومات في عصرنا اليوم لا نتحدث فقط في مجال المنهج أو في مجال المكتبات فقط لو تحدثنا أيضا بما قدمته لنا هذه التقنيات بشكل عام حيث خاصة وخصوصا مع ظهور هذا الكم الهائل من المعلومات التي حولت لنا ماذا؟ قدمت لنا العديد من الخدمات وساعدت لنا في توفير العديد من الخدمات ما نلامسه في عصرنا اليوم مع وجود هذه التقنية التي قدمت لنا العديد من هذه الخدمات من ضمنها ما هي؟ لو تحدثنا مثلا سواء على نطاق التعليم سواء على نطاق وزارة الصحة أيضا في الغرفة التجارية وزارة الداخلية قدمت لنا العديد من الخدمات أيضا التي نقلت لنا نقلة نوعية سواء مثلا حولت لنا الفصول التقليدية إلى فصول ألكترونية أيضا الخدمات وزارة الداخلية التي أصبحت حولت من الورق إلى ألكترونية فمع وجود هذه التقنيات تقدم لنا العديد من الخدمات أيضا نتحدث من الخدمات التي قدمتها لنا في مجال علم المكتبات ومراكز المعلومات دعونا نتعرف أيضا ما الذي يقصد بتقنية المعلومات تعريف تقنية المعلومات هي كافة أنواع الأجهزة والبرامج المستخدمة في تسجيل المعلومات وتنظيمها وتجهيزها وتخزينها والسرجاعها وبثها بمعنى أن هذه المعلومات المتواجدة التي كانت تقليدية أو ورقية تساعد هذه التقنية بحفظها بحفظ هذه المعلومات إلكترونية إذن هذه المعلومات التقليدية نقوم بتحويلها باستخدام أو بالاستعانة من خلال هذه ما يسمى بالتقنيات أيضا هي تقوم أي وعاء أو أي أوعية أو أي معلومات نقوم بحفظها في هذه الأجهزة أو الاستعانة بهذه الأجهزة التي تقوم بماذا؟ تقوم بتسجيل حفظ المعلومات أيضا تقوم بحفظ هذه المعلومات أو في النهاية أخيرا لكي نستطيع استخدام يعني استرجاع هذه المعلومات بأي وقت نشاء هذا هو تعريف تقنية المعلومات نأتي الآن إلى أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات ما الذي قدمت لنا هذه التقنيات في مجال علم المكتبات ومراكز المعلومات؟ ما هي أهم التقنيات التي تم استخدامها؟ لنرى حيث توفر المكتبات ومراكز المعلومات العديد من التقنيات التي تساعدها على أداء وضعيفة لأن وجود هذه التقنيات هي تساعد وتطور المكتبات من تقديم خدمات جديدة وتقديم إذن خدماتها للمستفدين بشكل أفضل ومن أهمها ما يأتي؟ نرى ما هي أهم هذه التقنيات أولاً لدينا الأجهزة وثانياً البرامج والتطبيقات ما هي الأجهزة التي نقصد بها المتوافرة والموجودة في المكتبات ومراكز المعلومات؟ ما هي الأجهزة برأيكم؟ ممتاز الأجهزة هي من ضمنها كالتي هي الحاسب الآلي أيضاً كالمسجل الصوتي أيضاً المصغرات الفيلمية التي تحدثنا عنها سابقاً في وحدة المعلومات هذه جميعها تعد من الأجهزة المستخدمة في المكتبات والمراكز المعلومات فمن خلال هذه الأجهزة والحاسب الآلي هي تطور وتساعد على الأداء للمكتبات بأكمل وجه من خلال مثلاً عمليات التنظيم من خلال عمليات الفهرسة جمعها تساعد في هذه المكتبات ومراكز المعلومات هذا ما يسمى من خلال الأجهزة أيضاً هي ساعدت بالبرامج والتطبيقات التي هي ما يقصد بها البرامج المستخدمة إدارة المكتبات يعني مثلاً ما هي البرامج التي استخدمتها هذه المكتبات لتحسن أدائها كعمليات التنظيم عمليات الترتيب هناك عدة برامج تقوم المكتبات باستخدامها فعلى سبيل المثال مثلاً لو ضربنا هناك برنامج ما يسمى برنامج اليسير التي تقوم المكتبات باستخدام هذا أو معظم المكتبات تقوم باستخدام هذا البرنامج ليساعدها على تصنيف وترتيب وتنظيم وفهرسة أوعية المعلومات إذن ما ساعدت لنا أو ما هي هذه التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات هي الأجهزة وأيضاً البرامج والتطبيقات لو شاهدنا هذه الصور تنقل إلينا بأن المكتبات ومراكز المعلومات تقوم باستخدام هذه الأجهزة من خلال هذه التقنية لو لاحظنا هذه الصور فهي تساعد المستفيدين باستخدام هذه التقنيات الحديثة سواء مثلاً كعمليات البحث أو الدخول إلى أيضاً قواعد المعلومات التي سوف نتحدث عنها عمليات بأي طرق من طرق البحث أيضاً هذه مثلاً استرحات تعليمية قاعات تعليمية جميعها تستخدم فيها التقنيات الحديثة سواء مثلاً من أرض صور، برشكتر، قاعات تعليمية من الداخل أو أيضاً استرحات تعليمية كلها هذه تستخدم التقنيات الحديثة لدينا هذا التساؤل التالي لماذا تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنيات في أعمالها؟ إذن لماذا قامت المكتبات باستخدام هذه التقنيات؟ ما رأيكم؟ أولاً لمواجهة الطلب المتزايد على المعلومات هناك مثلاً سواء من قبل المستفدين بخدمات الإعارة، خدمات مرجعية جميعها مثلاً تستخدم خصوصاً مثلاً الإعارة فهي تستخدم مثلاً بكثرة في المكتبات ومراكز المعلومات فمع وجود هذه التقنيات فهي تساعد المكتبة بسرعة استخراج الأوعية وأيضاً سهولة أيضاً التنظيم والتصنيف والترتيب إذن لمواجهة الطلب المتزايد على المعلومات أيضاً تقديم خدمات جديدة فهي تسعى المكتبات بأنها تقدم خدمات جديدة من خلال هذه التقنيات الحديثة سواء مثلاً في خدمة البث الانتقائي للمعلومات التي أصبحت كانت ورقياً فهي ساعدتنا هنا في البث الانتقائي ساعدتها من وجود هذه الأجهزة أيضاً الالتقاء بمستوى الخدمات المتوافرة فهي تسعى أن المكتبات ترتقي بأعلى الخدمات لأداء مثلاً البحث العلمي مساعدة الباحثين الوصول إلى قواعد المعلومات فهي تسعى إلى تقديم خدمات وترتقي بخدمات جديدة هذا تحدثنا عنه إذن لمواجهة الطلب المتزايد على المعلومات حيث تعيش المجتمعات المعاصرة تدفقاً معلوماتياً هائلاً يتزايد بشكل سريع ومتقارب مما يستلزم استخدام تلك التقنيات لمحاولة السيطرة وتلبية الطلب المتزايد على المعلومات فلو لاحظنا هنا أيضاً في خلال هذه الصور هنا مثلاً التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات مثل الماسح الضوئي للكتوب خدمات التي خاصة للإعارة هذه جميعهم تعد من تقنيات المعلومات تقديم خدمات جديدة أيضاً باستخدام هذه التقنية في المكتبات ومراكز المعلومات أصبح بالإمكان تقديم خدمات جديدة مثل خدمة البث الانتقائي للمعلومات التي ذكرناها أيضاً الإحاطة الجارية مثل ما نشاهد هذه الخدمات المستفيدين أو خدمات مرجعية في جامعة أو مكتبة الملك السلمان المركزية في جامعة الملك السعود الارتقاء بمستوى الخدمات المتوافرة التي من وظائف المكتبات أنها ماذا تقدم أو تلبية حاجات المستفيدين المعلوماتية في أسرع وقت مما يتطلب استخدام تقنيات حديثة ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة وتؤدي إلى تحسينها كما في الفهارة البطاقية التي تطورت إلى الفهارة الإلكترونية تحدثنا سابقاً عن الخدمات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات من ضمنها الفهارة البطاقي أو الفهارة التقليدي الذي قل استخدامه لتطور هذه الفهارة التي أصبحت إلكترونية تحولت الفهارة البطاقية إلى فهارة إلكترونية باستخدام هذه الأجهزة نأتي إلى أهم استخدامات الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات ما الذي أيضا ساعد هذه الأجهزة أو المكتبات تقوم باستخدام هذه الأجهزة بماذا؟ بعمليات تساعد عمليات الفخرسة التي تحدثنا عنها وعمليات البحث وعمليات الإعارة فمن خلال عمليات الفهارة حيث يستخدم الحاسب الآلي في فهارة مصادر المعلومات وينتج عن هذه العملية الفهارة إلكترونية ذلك عدة مواقع مثل الفهارة الموحد أيضا في عمدة شؤون المكتبات فيه جمعت في مكتبة الملك سلمان المركزية عمليات البحث باستخدام الحاسب الآلي يمكن المستفيد البحث في الفهارة الإلكتروني واسترجاع المعلومات المطلوبة كما يمكن البحث في قواعد المعلومات المحلية والعالمية نلاحظ أيضا أن هذه الأجهزة قدمت لنا سهولة عمليات البحث فعمليات البحث الإلكترونية هي بطبيعتها تكون عمليات أسهل من العمليات التقليدية يعني لو استطعنا مثلا لو أردنا البحث بجميع المداخل مثلا باسم المؤلف بالعنوان بمضوع الكتاب بمثلا بخدمة أو نشر مثلا أيضا الكتب فجميع تكون هذه عمليات استرجاع المعلومات أو عمليات الحصول على المعلومات هي تكون أسهل من العمليات أو فهرسة التقليدية هذه القاعات إذا متوفرة مثل ما ذكرنا في المكتبات ومراكز المعلومات نأتي أيضا إلى عمليات الإعارة أدى استخدام الحاسب الآلي في عمليات الإعارة إلى سهولة إعارة مصادر المعلومات واسترجاعها ومتابعة المستعرين أيضا يعني في عمليات التقليدية الإعارة قد تستارق وقت في مثلا إذا أراد المستفيد إستعارة الكتاب أو إستعارة الوعاء فقد يأخذ وقت لأجل حصول على الوعاء لكن في عمليات التقنية هي تساعد بعمليات أسرع وأسهل لنفكر لو لم نستخدم المكتبات الكبيرة برامج الحاسب الآلي فكيف ستكون عملية استرجاع المعلومات يعني تخيل بدون مراكز المعلومات ومكتبات بدون استخدام هذه الأجهزة سوف يصبح من الصعب أولا تنظيم هذه الأوعية أيضا العمليات أو الخدمات التي تقدمها مثل خدمات مثلا البرجعية خدمات الإعارة سوف تكون من الصعب الحصول على الأوعية نأتي إلى أسئلة تقويم الدرس ماذا يقصد بتقنية المعلومات؟ هي كافة أنواع الأجهزة والبرامج المستخدمة في تسجيل وتنظيم وتجهيز وتخزين والسرجاع وبث المعلومات التساعل الثاني اذكر أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات ما هي التقنيات التي ذكرناها؟ ذكرنا الأجهزة التي من ضمنها الحاسب الآلي المصغرات الفيلمية وأيضا ذكرنا البرامج والتطبيقات مثل إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات بدأنا هذا التساؤل أيضا لماذا تستخدم للمكتبات ومراكز المعلومات التقنية في أعمالها لمواجهة الطلبة المتزايدة على المعلومات تقديم خدمات جديدة الإرتقاء بمستوى الخدمات المتوافرة أيضا لدينا هذا التساؤل تؤدي برامج الحاسب الآلي المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات عدة تطبيقات تحدث عن اثنين منها ذكرنا عدة تطبيقات وظننا لدينا الفارسة حيث يستخدمها الحاسب الآلي في فارسة مصادر المعلومات أيضا عمليات ماذا؟ عمليات البحث باستخدام أيضا حاسب الآلي يمكن المستفيد البحث في الفارس الإلكتروني واسترجاع المعلومات المطلوبة كما يمكن البحث في قواعد المعلومات المحلية والعالمية نأتي أخيرا إلى ملخص درسنا اليوم تحدثنا في تقنية المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات تحدثنا عن تعريف تقنية المعلومات ذكرنا أنها هي كافة النوع الأجهزة والبرامج المستخدمة التي تقوم فيه تجهيز وتخزين وتسجيل وتنظيم واسترجاع وبث المعلومات أهم التقنيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات ذكرنا أن هناك الأجهزة ومضمنها الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات تستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التقنيات في أعمالها لأجل لمواجهة الطلبة المتزايدة على المعلومات وتقديم خدمات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المتوافرة أخيرا ذكرنا من أهم استخدامات الحاسب الآلي في المكتبات ومراكز المعلومات الفرسة والبحث والإعارة لنكون اليوم بإذن الله أنتهى لهذا الدرس هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين